في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن مفهوم جديد ألا وهو الكونستركتورز يعني ايه كونستركتور؟ الكونستركتور ببساطة هو SPECIAL METHOD IN THE CLASS يعني ايه؟ يعني هو ميثود أو فونكشن جوه الكلاس ولكن هي مميزة شوية ليه هي مميزة؟ أول ميزة بتميز الكونستركتور عن أي ميثود أخرى أن اسم الكونستركتور لازم يكون نفس اسم الكلاس يعني مثلا أنا عرفت كلاس اسمه ركتانجل فالكونستركتور بيكون اسمه Rectangle عرفت كلاس تاني اسمه YouTube Channel فالكونستركتور بيكون اسمه YouTube Channel وهكذا يبقى اسم الكونستركتور لازم يكون نفس اسم الكلاس تاني ميزة بتميز الكونستركتور انه هو ما فيهاش Return Type يعني في الميثودز العادية احنا بنقول والله Return Type بتاعت الميثود دي float ولا integer ولا string ولا double ولا 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 ولو ما فيش Return Type فبنعملها void لكن في الكونستركتور ما بتحطش اساسا Return Type انت بتكتب اسم الكلاس كهو الميثود ولو فيه برامتر زي مثلا ويه البضي بتاع الميثوده بس وبالتالي ما فيش Return Type في الكونستركتور تالت شيء بيميز الكونستركتور هو ان الكونستركتور بيتنفذ بشكل تلقائي لما بنعمل object او لما بيحصل creation الobject معين من الكلاس مجرد ما تعمل create الobject الكونستركتور بيتنفذ وبينفذ اللي جواه وبالتالي استخدامات الكونستركتور اننا ببساطة اقدر اعمل في الكونستركتور initialization للأتريبيوتس بتاعة الوبجيكت ولو حابب اننا اعمل مهام معينة مثلا في بداية كل object قادر اعملها في الكونستركتور وهكذا طبعا العملية دي هنجربها دلوقتي ويمفاهيم او توضيحات اكتر ايه فوائد الكونستركتور زغير ايه اللي بيميزها اول حاجة ان اسمها نفس اسم الكلاص تاني جزئية ان ما فيهاش return طيب تالت جزئية ان الكونستركتور بيتنفذ بمجرد ما الوبجيكت اي object بتعمله بيبدأ الكونستركتور الخاص بالنسخة او الوبجيكت اللي انت عملته ده يبدأ ان هو يتنفذ وهكذا خلينا نجرب مثلا الكونستركتور ده على الارض الواقع ونشوف اساسا هو موجود ازاي في الكلاص لو فتحنا كود بلوكس وبصينا مثلا على المثال اللي هو rectangle.h مثلا الهيدر بتاع rectangle هنلاقي فيه حاجتين كده كنا سايبينهم تحت ما قلناش هم ايه اول حاجة منهم اللي هو rectangle ده هو ده الكونستركتور اول ميزة فيه اللي هو طبعا اسمه نفس اسم الكلاص تاني ميزة فيه انه ما فيهاش return طيب مش ما فيش void ما فيش float ما فيش string مثلا او غيره وهو نفسه زي الميثود بالزبط ولو رحنا ليه الامبلامنتيشن فايل ليه الريكتانجل هنلاقي برضو انه هو ده هو طبعا الامبلامنتيشن بتاع الكونستركتور اللي هو rectangle طبعا اسمه برضو مفيش return طيب ونفس اسم الكلاص والدنيا تمام وزي الفل من اهم استخدامات الكونستركتور طبعا ان انا اعمل initialization للقيم اللي موجودة في الهيدر او القيم اللي موجودة في الكلاس بتاعي اللي هي الwidth والهايت انا عايز مثلا الwidth والهايت بتوع اي اوبجيكت بيتكون يكونوا باي ديفولت كده او بشكل افتراضي او اللي هو القيمة الاولية ليه الwidth والهايت انه ما يكونوا zero فدي ببساطة نقدر نعملها ان انا جوة الامبلامنتيشن بتاعي الكونستركتور اقول له والله انا عاوز الwidth بتاعي بيساوي zero والهايت بيساوي zero لو بصيت كده ورحت مثلا على المين دوت سي بي بي وخلينا مثلا اليوتيوب شانل دي خلينا نحذفها وعملنا مثلا اه الاوبجيكت من الريكتانجل سميته ار واحد وقلت له والله اقات ار اتنين كمان بالمرة يعني مش مش مستهلة تمام وانا ها طبعا هنا في الار واحد والار اتنين انا مخزنتش اي حاجة فيها او مستخدمتش السترز اللي هي set width او set height وبالتالي لو لو بشكل منطقي او بالحاجة اللي هو الابتدائية اللي احنا عرفنا انه هو اكيد القيم ما اخدتش اي قيم فانا لو قلت لها مسلا مثلا ار واحد دوت كت ليكن جيت width مثلا فانا متوقع ان ما يكونش فيه اي حاجات انطبع صح وقلت له مثلا خليها ار اتنين هات ال width بتاع ار اتنين برضو عشان نتأكد اه فخلونا نشغل كده البرنامج حنلاقي ان البرنامج يشتغل عادي جدا وال width اللي انطبع بتاع ار واحد بقى zero وال height وال width بتاع ار اتنين بقى zero برضو فمعنى كده ان الكنستركتور فعلا شغال انه هو مجرد ما انا عملت كريات الابجكت اسمه ار واحد راح على طول نفذ اللي جوه الكنستركتور اللي هو الريكتانجل اللي هو عمل ايه ال width بتاع الابجكت ار واحد بزيرو وال height بتاع الابجكت ار واحد بزيرو برضو كذلك لما نروح نكريت الابجكت التاني اللي هو ار اتنين راح على طول بمجرد ما عمل كريات الابجكت قبل حتى ما ينفذ اي امر تاني لا راح على طول نادى على ال class او نفذ اصد الكنستركتور وخلى ال width بتاع ار اتنين بزيرو وال height بتاع ار اتنين بزيرو وهكذا خلونا مثلا نطبع يعني وهو مثلا بيعمل ال width بيساو zero وال height بيساو zero خلونا مثلا هنا نطبع see out وليكن مثلا good morning بحيث اننا ده يكون اذعان او شعار كده ان هو ده بداية شغلنا او بداية الكنستركتور بتاعنا خلينا مثلا نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل طبعا هنلاقي ان good morning الاول good morning تاني وبعدين القيمتين اللي احنا طبعا هنهم معنى كده ان الكنستركتور بالفعل اتنفذ قبل ما حتى ابصر الامر اللي بعده هو امر الطباعة اللي هو see out فمجرد ان انا معرفت object R1 نفذ اللي جوه الكنستركتور هناك خلى ال width بزيرو وال height بزيرو وطبع على الشاشة جملة good morning كذلك R2 نفس الحكاية بعد كده بدأ ان هو ينفذ الاوامر اللي بعد تعريف ال objects وهكذا نفس الحكاية خلينا نجرب مثلا على youtube channel اللي احنا عمليناه حنلاقي برضو ان الكنستركتور هو اللي موجود قدامنا كده youtube channel بالشكل القدامنا ده اقدر اننا برضو الحاجات اللي انا حابب اعملها في لل你就 row channel وليكن مثلا انا حابب بدل ما هنا في اهم ميزات الكنستركتور ان انت بدل ما تدى القيمة الافتراضية او القيمة الاولية هنا في الهيدر وده مش صاحت طبعا ان ان انت تدي القيمة الافتراضية في الهيدر بس احنا الطريقين نعمل كده بس بشكل اولي حابب ان انا اقول له والله الـ subscribers count ده اول ما تكره اي object تخلي الـ subscribers count بشكل افتراضي بـ 0 فهتقول له هنا ببساطة الـ subscribers count هنا بيساوي 0 في الـ constructor هنا فده ده اساسي جدا في الـ constructor ان انت عملت الـ initialization للقيم بتاعت الـ attributes اللي هي محتاجة تبقى initialization بحيث ان انت تضمن ان اول ما يتعامل اي object من الـ class اللي اسمه youtube channel حيخلي الـ subscribers count ده بـ 0 مبدئيا طبعا ممكن تدي قيمة ابتدائية برضو للـ name والـ owner name وليكن مثلا خلينا مثلا هنا انا حقول والله القناة بشكل مبدئي اي قناة تتأسس او تتعمل تبقى اسمها وأقول ان اسم الـ owner name موقتها هيبقى برضو طارق الا بقى طبعا لو انت حبيت ان انت تغيرها بالـ اللي انت عملتها واقع وهكذا نفس الحكاية حابب ان انا اطبع حاجة معينة في الـ constructor برضو شغال زي الفلبة فيش اي مشكلة لو رجعنا تاني للـ slides وبصينا للـ slides اللي قدامنا دي هلاقي طبعا ان الطريقة العشمال دي الطريقة اللي احنا جربناها مع الـ constructor انه ببساطة الـ constructor لازم يكون public بعد كده كتبنا الـ constructor وفي الـ body بتاع الـ constructor ادينا initialization او ادينا القيمة البتدائية للـ attributes بتاعتنا وطبعا اي قيمة احنا حابين نعملها وهكذا دي الطريقة default لعمل الـ implementation الخاص بالـ constructor لكن في طريقة تانية افضل واصرع بالنسبة للميموري بكتير جدا الطريقة اللي قدامنا دي اللي هي على اليمين ان انت بدل ما تعمل الـ initialization لو عندك attributes مثلا هتعمل لها initialization قيم معينة القيم دي ببساطة انت حابب ان انت تخزنها في الـ attributes فبدل ما تعملها بالشكل ده وتخليها في البضي لا انت ممكن تقول له والله بجانب الـ constructor والـ parameters تعمل له الـ colon دي وتكتب اسم كل attribute وبين قوسين القيمة اللي ابتدائي بتاعته وبعدين كومة والاسم الـ attribute التاني وبين قوسين القيمة بتاعته وهكذا خلونا نجرب مثلا العملية دي في الـ rectangle class اللي احنا عملنا خلينا نرجع كده الـ rectangle.cpp وهنقول له والله بدل ما اقول له الـ width بيساوي 0 والـ height بيساوي 0 لأنا عايز اقول له بجانب الـ parameter زي هنا انا هعمل colon وهقول له الـ width بتاعي بين قوسين طبعا اقول له 0 وبعدين كومة واقول له الـ height بقى بين قوسين 0 واحذف بقى الـ width والـ height اللي تحت دول وخلونا نجرب كده نشغل البرنامج تاني وهل فعلا هيطبع لنا 0 0 معنى كده انه هو تنفذ ولا ايه الكلام خلونا مثلا نشوف طبعا 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 لنا good morning الاول الجملتين طبعا وطبعا لنا 0 0 معنى كده عملية الـ initialization بتاعت الـ constructor اتعاملت بنجاح والدنيا زي الفل وجميلة جدا طيب في سؤال مهم جدا هل ممكن الـ constructor مثلا انه هو يستقبل قيم او يستقبل برامترز مش هو فيه امكانية انه هو يستقبل برامترز ايه وممكن طبعا يستقبل برامترز وليكن مثلا انا عاوز اي object اكريته مثلا يكون عنده قيمة ابتدائية اللي هو مثلا وانا بكريت الـ object ار واحد ادي ادي له القيم اللي ابتدائية اللي هو الـ width والـ height اللي هو ممكن يبدأهم بشكل تلقائي يعني ما استناش انه هو الـ البرنامج مثلا انه هو يدهالي بصفر لأ انا عاوز وانا بعرف الـ object ادي له قيمة ابتدائية خاصة بيه لاي سبب ان كان فهل العملية دي نقدر نعملها ايه وطبعا نقدر نعملها اول جزئيا نروح لي الـ header file وجوه هنا واقول له والله انا محتاج مستني ايه مستني طبعا قيمة الـ width وقيمة الـ height فحقول له والله float w مثلا وي كما float h W ده اللي هو كناية عن الـ width والـ height كناية عن الـ height اروح بقى اخد ده copy وروح للـ implementation file واقول له والله برضو في الـ parameters اللي نفس الحكاية float w وfloat h عنده هنا في الـ width بدل ما دخله الـ 0 اقول له خد الـ w ده القيمة الـ initial بتاعتك القيمة اللي ابتدائية بتاعتك والـ height بدل ما تاخد 0 وتاخد الـ H اللي هي القيمة الـ initial بتاعتك كده انا عملتها من الـ header قولت له انه هو بيستابل قيم الـ width وقلت له هنا انه هو بيستابل الـ width وقتحطتها في الطريقة التانية او الطريقة الاسرعة دي 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 زي ما قلنا طبعا الطريقة الاسرع بالنسبة للكمبيلر والطريقة الافضل طبعا ويعني اللي بتوفر في الريسورس او الميموري اكتر والطريقة دي بالمناسبة بعضه بنسميها الطريقة دي بنسميها كده ببساطة بعدما عملت العملية دي في الهيدر والامبلومنتيشن فايل فاضل اننا وانا بعرف الابجيكت نفسه ابعت له القيم دي بالترتيب طبعا كاني بتعامل مع مثود عادية فانا وانا بعمل الابجيكت عشان ابعت القيم حقول له والله ار واحد دي اعمل بعدها علامتين اللي هما القسين والله اول برامتر يبقى ثلاثة والاي اللي هو اه تاني برامتر يكون ولكن مثلا خمسة ار اتنين وانا بعملها خلي بالكوا اننا عملت ار واحد طب ار اتنين انا ما عملتهاش خلونا نجرب كده وانشغل البرنامج وانا مادتلوش القيم حيقول لي خلي بالك لان انت بتنادي ار اتنين والمفروض ان تبعت لها وانما بتبعتهاش وبالتالي هنا نعمل له. واقول له والله مش انت بتاخد فلوت. فخلينا مثلا نديك تلاتة ونصف. وليكن مثلا ستة ونصف. مثلا. وخلونا نشغل البرنامج وهل فعلا الدنيا شغالة تمامه زي الفل. فعلا الموضوع اشتغل تمام. اولا طبعا لنا الجود مورنينج اللي اتنين. علشان انا كاريت اتنين. بعت كده انا كنت مخزن فيها تلاتة. طبعا لتلاتة. والار اتنين دوت جيت وتس. انا كنت مخزن فيها تلاتة ونصف. طبعا ماشية تمام وزي الفل. تقدر طبعا ان انت تنوع وتعمل كل اللي انت حابب انك تعمله في تبعث او تبعث من نوع تاني. لك مطلق وكامل الحرية في الموضوع. مهم جدا جدا انك تجرب بنفسك وتشوف وتعمل كيسز تانية. تعمل امثلة تانية. يعني انا مثلا عملت على عملت على جرب انت تعمل من نوع اخر. جرب تعمل على جرب تعمل على جرب تشوف بنوعيات مختلفة. وجرب واعمل وجرب انك تعمل وغيره. لان ده هو افضل طريق او انسب طريق انك تتعلم وفي النهاية تلاقي نفسك مستفيد اقصى استفادة ممكنة من الكورس. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن مفهوم اخر الا وهو